كيف استعدت فيينا لاستقبال هذه المحادثات وكيف تبدو هذه الرعاية الأوروبية المعلنة عنها خلال هذه المباحثات بين طهران وواشنطن نعم تغريدة إنريكو مورا بالمناسبة كانت مفاجئة لم يكن هناك تمهيد بأن هناك عودة للمباحثات النووية في فيينا من جديد كان هناك تغريدة من أنريكو مورا قال أنه يتوجه لفيينا لاستئناف المباحثات ولكن هذه المباحثات ليست كسابقاتها هي استمرار للجولة الأخيرة بطبيعة الحال ولكنها ليست كسابقاتها خاصة وأن الوفدين الأمريكي والإيراني والرعاية الأوروبية فقط من سيتواجد في فيينا بينما ستتغيب بقية الوفود الموقعة على الاتفاق الأصلي الذي أبرم في العام 2015 في يونيو الماضي أو قبل شهر تقريبا كان هناك فشل للمباحثات التي أجريت في قطر ولكن يبدو أن زيارة جوزيب بوريل في يونيو الماضي في الخمس والعشرين إلى بن يونيو إلى طهران للحث إيران عمليا على العودة إلى المباحثات المسودة التي كان قد قدمها قبل عشرة أيام تقريبا أو أسبوعين في العشرين من يونيو الماضي قدم مسودة لمحاولة لإيجاد تفاهم بين الطرفين كل هذا سرع من وطيرة العودة لا ننسى أنه خلال الأيام الماضية كان هناك عقوبات جديدة أمريكية على طهران على ست شركات نفطية تتعاون مع إيران وأيضا كان هناك رفع بالتوتر أو خطوة إيرانية بالمزيد من التفلت من الالتزامات بالاتفاق النووي الإيراني بالإعلان عن تخصيب بنسب جديدة لليورانيوم المخصصة بالآن هناك حث من قبل جوزيب بوريل الذي كان قد نشر مقالة عمليا قبل أيام شروق تحدث فيها عن إما أن هناك عودة أو أننا سنواجه خطر حرب نووية بمعنى أن هناك مباعي مساعي جدية عمليا من كل الأطراف لإنهاء هذا الملف وثقى ما يقوله الاتحاد الأوروبي شروع طيب سلام بما أن هذه المحادثات وما تم الإعلان عنه أنها تأخذ شكل جديد هل من توقعات تدور حول نسب نجاحها؟ نعم الحديث الآن عن أنها المحاولة الأخيرة ربما تكون خاصة وأن الولايات المتحدة تهدد بالمزيد من العقوبات طهران تهدد بالمزيد أو بالتقدم أكثر بالبرنامج الإيراني كان هناك فتوى لخامنية بخصوص إنتاج أسلحة نووية كان هناك حديث من مسؤولين إيرانيين بأن البرلمان الإيراني ربما يطلب من خامنية أن يعيد النظر بهذه الفتوى وبالتالي يتاح لإيران على الأقل على المستوى السياسي الداخلي بأن تنتج قنبلة نووية كل هذه المؤشرات أو كل هذا التصعيد من قبل الطرفين ينظر بأن هناك إما انفلات أو إما زيادة لهذه الأزمة انفجار لهذه الأزمة أو ربما التوصل إلى حل كل الأطراف بحاجة كل الطرفين بحاجة إلى الآخر الآن شروق الدول الأوروبية بحاجة إلى نفط الإيراني وبالتالي بحاجة إلى إنهاء هذا الملف وأيضا إيران في أزمة اقتصادية وبالتالي هي أيضا في حاجة لإنهاء هذا الملف هناك حديث عن أنه خلال هذه الأيام خلال نهاية هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل يجب أن يكون هناك تفاهمات في حال تم التوصل إلى تفاهمات بناء على الوثيقة أو المسودة مسودة الاتفاق التي قدمها جوزيب بوريل في حال كان هناك تفاهم بين الوفدين الأمريكي والإيراني سيكون هناك بطبيعة الحال دعوة لوزراء خارجية الدول الموقعة ألمانيا فرنسا بريطانيا روسيا الصين وأيضا الولايات المتحدة وجوزيب بوريل بنفسه بالإضافة إلى وزير خارجية الإيراني للتوقيع على مسودة أو للتوقيع على اتفاق نهائي كل هذا بطبيعة الحال رهن التوصل إلى اتفاق العقبة الأخيرة كانت في توقف المباحثات في شهر مارس الماضي قبل خمسة أسهر كانت رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني هناك حديث الآن عن أن بوريل قدم تسهيلات بهذا الخصوص يكون هناك رفع لهذه العقوبات لأن الولايات المتحدة متشددة بهذه النقطة ولكن ربما يكون هناك تسهيلات جزئية كما يقول مراقبون لهذه النقطة بالذات شروع